بعد ساعات من البحث عن مياه الشرب هكذا تبدو يوميات النازحين في المخيمات بمديرية طور الباحث في محافظة لاحق هذا المشروع الذي كان يعمل سابقا بدعم من إحدى المنظمات الدولية توقف وباتت رحلة البحث عن قطرة مياه تسهم في استمرار دورة الحياة شرقة ومضنية نعاني من الشرب والما قطعون علينا ما أدري ما هو الأسباب لا منظمة على الشريف ولا يقولون هنا أنا داري مخبر ورع لا أنا علم ما هو هذا الخبر ما توابد ولا نستنعب من السائلة عذب الماء نحن حامل من نقضيش نودي الأطفال حقا نعبيه لنا ماء انعدام المياه الصالحة للشرب عن النازحين في هذا المخيم يأتي وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والأغطية والمسكن في وقت تتهدد الأمراض حياة عدد منهم يرغاء انعدام رعاية الصحية وإهمال وغياب الجهة المسؤولة نشام طالبات نشامين نشام طرعاب نشام خيام نشام طاحن للقهال نشام الطانيات أولا عايشين النازحين أمامكم في تحت دوشم هذا من ناحية لا توجد معامل مأوى المناسب ولا أيضا عدم توفير المياه هنا كانت بعض منظمات داعمة للمين توقفت منذ عدة أشهر ولا ندري أشياء الأسباب رغم نداءتنا وتوقفتنا إلى جميع الجهات المانحة سواء كانت منظمات أو فعال الخير إلا أنه يعانون من نازحين من معاناة حقيقية بنسبة للمين وبنسبة للسكن استمرار التقاعس الحكومي وغياب المنظمات المختصة عن مجتمع النازحين هنا يفاقم من معاناتهم يوما بعد آخر خاصة بعد أشهر من مطالبات النازحين للجهات المختصة بسرعة التدخل ومعالجة أوضاعهم سامح عبد الوهاب قناة بلقيس لاحق